لا صمت بعد اليوم عن حقوق تهدر هكذا هو لسان حال سكان قضاء شط العرب في محافظة البصرة حيث خرجوا في مظاهرات حاشدة احتجاجا على ترد الخدمات الاساسية وتفشي البطالة بين شباب القضاء لينضم سكان شط العرب الى اخوتهم في منطقتين باهلة وقرمة علي وباقي مناطق البصرة التي خرج سكانها للاسباب نفسها الالاف من الشباب بلا فرص عمل منذ سنوات في الوقت الذي لا تزال الحكومة تستورد ايادية اجنبية للعمل في مختلف القطاعات لسيما الشركات النفطية ليش يجبين من باقي المحافظة من باقي الدول كل الدول حاطين عمال هنا وشبابنا ظالة بطالة احنا عملا احزاب ولا تكتلات ولا شيء شعب بريء شباب طلعت الدائب حقوقها احنا اسأل الحمد لله وشكر مطالب سلمية والريد يوصل هذا صوتنا للحكومة حكومات متعاقبة عجزت منذ سنوات عن توفير ابسط الخدمات البلدية للعراقيين يقول احد الناشطين المدنيين في مظاهرات شط العرب من بعد السقط لهذه اللحظة اطلاقا ما شفنا لمسة منها الحكومة التحقيق ابسط حقوق اهوة البشرية وهو الماء الصالح للشرب واذا كان الماء الصالح للشرب غير متوفر بجانب غياب الخدمات الاساسية وغياب اي فرص للعمل فانتظروا ثورة شعبية قادمة كما يقول المتظاهرون اول الامر اللي راح تكون اذا لم يستجابوا لها جسر التنومة اللي ورانا راح ينقطع الجسر الايطالي راح ينقطع منفذ الشلامتر راح ينقطع هذه الحد الان بس ثلاثة حديث العبادي عن محاولات اختراق المظاهرات الشعبية في البصرة فنده المحافظ اسعد العيداني عندما اعترف بان متظاهري البصرة سلميون وعزل تصريح محافظ البصرة تزامن مع تقرير منظمة العفو الدولية التي قالت ان التظاهرات في البصرة كانت سلمية وغير مسلحة الا ان السلطات الحكومية ما زالت تواجه هذه المظاهرات اما بالقمع او الاهمال ترجمة نانسي قنقر